للسنة الثانية على التوالي يفتقد صاحب المشحف أبو أحمد زبائنه من السواح أبو أحمد وغيره ومثل هذا اليوم يستعد لنقل السواحي إلى عنق الأهوار وتوزيعهم على الجزر السياحية الخاصة به التي أنشأها بجهوده الذاتية وهذا كله بعد إزدادة عداد الزوار منذ سنين إذ وصل العاملون في مهنة سياقة المشاحف أكثر من 500 سائق من أهالي القضاء لكن اليوم توقفوا عن العمل بعد فرض الحظر الصحي في العراق عامة وذقار خاصة بسبب كارونا القطاع رزقنا حاليا أنا قاعد نصبح لها أنتظر وفود ماكو أغلبية العمل كانت الناس تتصل علينا وتحجز قبل يوم ويومين وثلاثة والسياحة باستمرار وناس متواجدة بالمنطقة حسنا تجاهد تشوف هذا الموقع فارغ وبعد أن صارت السياحة مصدرا مهما لتشغيل أهالي القضاء والمحافظات المجاورة بات اليوم الحسارا ملحوظا بأعداد الوافدين بسبب الحظر الصحي فيما طالب ناشطونها بضرورة دعم العاملين في قطاع السياحة في الأهوار من أجل إدامة العمل وروح التنافس إذ كانت تستقبل الأهوار قبل أكثر من 5 سنوات عشرات الآلاف من الزوار والسواح الأجانب بعد انتشار وباء كورونا أثر على المستوى الاقتصادي بالعراق بشكل عام ولكن الأهوار بشكل خاص لأن تعرف مستوى معيشة سكان الأهوار مصادر المعيشة عدتهم محدودة منها تربية الجامون الصيد الأسماك بالإضافة مصدر آخر وأصبح مهم من المصادر الأساسية مناطق الأهوار هو المصدر السياحي وقلل الضغط عن البيئة قلل الضغط عن باقي الأماكن الأخرى أعطى فرصة واسعة لإيجاد مصدر رزق لسكان الأهوار للأسف الفترة الأخيرة الإجراءات الصحية والوضع العام أثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي من منطقة الأهوار سكان الأهوار تعرضوا إلى خسارة كبيرة تشاهدت أغلب الجزر السياحية أصبحت خاوية ومستهلكة وخالية من السواح هذه الأيام الحالية التي كانت فترة الدخول وفترة الربيع يعني عدد السواح أسبوعيا يتجاوز الخمسة آلاف وأكثر الآن عدد السواح ما يتجاوز عدد الأصابع في مثل هذه الأيام كان هذا الكوخ يضم العشرات من السواح حيث كان يقصد قضاء الشبايش أكثر من عشرة آلاف سائح لكن اليوم بسبب كورونا والوضع الأمني تأثر القضاء وتأثر معه أصحاب الدخل المحدود من قضاء الشباي الشرق الناصري هاب الخفاجي التغيير الفضائية